لا تزال قبائل حجور صامدة رغم الحصار والقصف المستمر من قبل ميليشيا الحوثي لكنها استطاعت منفردة كسر زحف الميليشيا نحو أراضيها بإمكاناتها المتواضعة لأكثر من خمسين يوماً من المقاومة وبعد حملات مناشدة للحكومة والتحالف قالت مصادر عسكرية إن هناك تحركاً ميدانياً لإسناد المنطقة توجيه رئاسي بتحريك قوات من المنطقة العسكرية الأولى والثالثة والسادسة والسابعة ومحور الغيظة لفك الحصار عن قبائل حجور خلال فترة لا تتجاوز 72 ساعة التعميم الصادر من رئاسة هيئة الأركان يشير إلى توجيه رئيس الجمهورية بتحريك ثلاث كتائب من المنطقة العسكرية الأولى وكتيبتين من الثالثة وكتيبتين من كل من المنطقتين السادسة والسابعة ومحور الغيظة تحركات لشرعية تبدو أكثر جدية ربما وكفيلة برفع المعاناة وفك الحصار عن قبائل حجور التي تواجه تحشيد الميليشيا منفردة لما يقرب من شهرين حيث كشفت وسائل إعلام محلية عن توجيهات عجلة أصدرها زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي لمشرفه في مديريات صنعاء بتجهيز أربعة آلاف مقاتل ونقلهم إلى مناطق قبائل حجور بحجة بحضور محافظ حجة ومشايخها عقد في الرياض اجتماع لدعم قبائل حجور في مواجهتها للميليشيا تحت شعار حجور تنتصر حضور رسمي وشعبي يعكس حجم التضامن والتعاطف مع قضية حجور وضرورة تحرك قوات الجيش والتحالف لكسر الحصار تحشيد عسكري حكومي لكسر الحصار وتضامن وتعاطف شعبي يقابله تحشيد مضاد للميليشيا لاقتحام مناطق حجور هل تنتقل معارك الشرعية الأشد ضروة مع الانقلابيين من الحديدة إلى حجة؟ وماذا تحمل قادم الأيام لحجور؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة